السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس يكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله الوجع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة أن ترضاها فولي وجهك شطرا لنسجد الحرار بحيث ما كنتم فولوا وجهكم شطرا وإن الذين وطوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذي نعود الكتاب بكل آيات ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابعين قبلتهم وما بعدهم بتابعين قبلة بعض ولئن انتبع دهواهم من بعد ما جاك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتبون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكون أن من الممتدين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات عندما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرج دفوا الوجهك شطرا للمسجد الحرام وإنه لن حق من ربك وبالله بغافل عن ما تعملون ومن حيث خرج دفوا الوجهك شطرا للمسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجواكم شطرا لألا يقول للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم أتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب الحكمة يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم أشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشغرون ولنبدونكم شيء من الخوف والجوة ونقص من الأموات الأنفسر الثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلواتهم من ربهم رحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفاء والمروة من شعائد الله فمن حج البيت بعتبر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وما تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين اكتمون ما انصلنا من البينات الهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعب إلا الذين تابوا أصله وبينوا فأولئك توب عليهم أنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وباتوا هم غفار أولئك عليهم لعنة الله لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يغفض عنهم العذاب ولا هم منظرون وإلهكم الله هو واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهاد والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها بس فيها من كل داب وتصريف الرياح واستحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ منه دون الله يا ذات إن يحبونهم كحب الله والذين آمنوا وشدوا حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأبوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنا تبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من الممار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا وطيبا ولا تتبعوا الغطور الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم السوء والفحشاء أهم تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنذر الله قالوا بل نتبع مع الفين عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفوا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صن بطن عمي فهم لا يعقلون يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناك أشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميت ضد لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزر الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاط بعيد ليس البرم تؤلو وجهكم قبل المشق والمغرب ولكن البرم أن نعمل بالله واليوم الآخر والملائكة الكتاب والنبيين وآت المان على حبه ذا بالقرب والأتامى والمساكين والسبيل والسائلين فالعقابة قرم الصلاة والزكاة المفرون والهوفون بعهدهم لذا عاهد والصابرين في البأس سائي الضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين من اقتب عليكم القصص في القتلى الحر بالحر العبد بالعبد والأمثى بالأمثى فمن عفيا له من أخيه شيئا في اتباعه من المعروف أداء له بإحسان ذلك تخصيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصص حيات يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم مذا حضر حدكم المواطن مدرك خيرا للوصية للوالدين الأقربين بالمعروف حقا عذاب المتقين فمن مد له بعد ما سمعه فإنما يثمه عذاب الذين مدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثما عليه إن الله وفور رحيم يا أيها الذين من اغتب عليكم الصيام كما قدب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقوا له فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا وهو خير الله وأهم بصوب خيرا لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أزل فيه القرآن هدى للناس وغيرات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسون ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة لتكبروا الله على ما هداكم والعلى لكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعوة دعاني فليستجيبوا لي اليؤمنوا وبلعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرسلان سائكم هم لباس لكم أنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختارون عن نفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابدغونا فتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم تم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتددوا بهذا الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم أنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيد للناس الحج ليس البزر بأهد أطلوا بيوت من مهورها ولكن ما البزر من التقوى وأطلوا بيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقتلوا في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله ويقاتلونك ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة تشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوهم فيه فإن قاتلوهم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله فوض الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عذوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعدد عليكم فعددوا عليكم من استمعتد عليكم واتقوا الله وعلموا وأن الله مع المتقين وآفقوا بي سبيل الله ولا تلقوا بأيدي إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحصنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن حصلتم فمن استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو مسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة للحج فمن استيسر من الهدي فمن لم يجد بالصيام ثلاثة أيام في الحج والسبعة نزا رجعتم ذلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن مهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج شر معلومة فمن فرد فيه إن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناحنا أن تبدأوا فضلا من ربكم فإذا أفضتهم من عرفاتهم واذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما أفضتكم وإن كنتم من قبله لمن الضال ثم فيدوا من حيث فاضلا واشتغفر الله إنما لغفور الرحيم فإذا قضيتم من مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباك ووشد ذكرها فمن أماس من يقول ربنا تلاف الدنيا ما له في الآخرة ابن خلاق ومنهم من يقول ربنا تلاف الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقن أعزاب المر أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا يثم عليه ومن تأخر فلا يثم عليه لمن اتقوا واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا أشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام وإذا أنت والناس ونعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسلة والله لا يحبه الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة باللثة فحسبه جهنم ونبي سلمهاد ومن الناس من يشغي نفسه وطراء مرضات الله والله رؤوف للعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا بالسلم كافة ولا تتبعوا خطرات الشيطان إنه لقم عدل مبين فإن سلتم من بعد ما جاءتكم وبينهاد فعلموا أن الله عزيز الحكيم هل ينظون إلا أن يأتيهم الله في ظنن من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سلبني سرائي لغلدينهم من آية بينه ومن يبدل لعمة الله من بعد ما جاءت وفإن الله شديد العقاب زين للذين كفر حد الدنيا واسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فاقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ممشرين منذرين وأنزل معهم القتاب بالحق ليحكموا بين الناس بما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم والبينات بغيا بينهم فهدى الله الذي نعمد لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا للجنة ولم يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ما استطموا البأس والضراء وسنزلوا عتى يقول الرسول الذي نعمر وعه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقهم قلنا أنفقتهم من خير فللوالدين الأقربين اللتابعوا المساكين وبن السبيل وما تفعلوا من خير فلن يكفروا وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتار هو كره لكم وعساء تكرهوا شيئا وخير لكم وعساء تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله كفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطروا ومن يرتد منكم عن دينه فيمده وكافرهم فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن يتابق الإصلاح لهم خير وإن تقالتهم في إخوانكم والله يعلم المسجد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشيقات حتى يؤمن ولا ماتهم مؤمنة خير من مشيقاتهم ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشيقين حتى يؤمنوا ولا عبدوا المؤمن خير من مشيقين ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعدزلوا النساء في المحيض لا تقرضوهم حتى يطهروا حتى يطهروا فإذا تطهروا فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم وقدموا لأذنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانك وانتبروا وتتقوا وتشلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يأخذكم الله بالله في أيمانك ولكن يأخذكم بما كسبت ظلوبكم الله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة شهر فإن فاؤوا فإن الله غفور الرحيم وإن عزموا الطباق فإن الله سميع عليم والمطلقات تربصت بآفصين ثلاثة قروق ولا يحل لهم أن يكتم ما خلق الله في أرحمهن إنكم مؤمن بالله واليوم الآخد وضعونتهم حق ردهن في ذلك أرادوا إشلاحا ولهم مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة الله عزيز الحكيم أطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسن ولا يحل لقباة أخذوا مما تيتموهن الشيء للا يخاف أن لا يقي ما حدود الله فإن خفت من لا يقي ما حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتذت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن يطلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح الزوزا غيره فإن يطلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظلنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله بينها لقوم يعلمون وإذا طلق دم النساء فبلغ رجلهن فأمسكوهن بمعروف أسرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن جرارا لتعتدوه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوه واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعذكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغ رجلهن فلا تعضلوهن أن ينجحن الزواجهم إذا طراض بينهم بالمعروف ذلك يوعب به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الأخير ذلكم أزكى لكم وأطعم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يوجعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتيم الرضاعة وعلى المعلود له رسقهن وكصتهن بالمعروف لا تكلف نفسه لله سعها لا تضر والدتهم بولدها ولا معلود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصاد العلم تراضي منهما وتشافجين فلا جناح عليهم وإن أرادتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يطفون منكم ما زرون أزلوا إذا يتربصت بأمسهن أربعة الشهرين وعشرة فإذا بلغنا جنهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء واطمنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرون هم ولكن لا توعدهن السر لا تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم انطلقتم النساء ما لم تمسهن ودفروا لهن فريضة ومتعهن على الموسيع قدره وعلى المقدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فلسف ما فرضتم الله أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وتعفو أقرب للتقوى ولا تنسب الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للأيقادتين فإن خفتم فرجاء رقبانا فإذا أمنتم فذكروا الله كما علمكم ما لابدكون وتعلمون والذين يتوفون منكم أزرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا لنحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جداح لكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم ولمطلقات متاعهم بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم ترد الذي خرجوا من ديارهم وهم ملوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياهم إن الله رجو فبدل على الناس لكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل لا يعلموا أن الله السميع العظيم من ذا الذي قرد الله قرد حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذا قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم ان قطب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله قد اخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم من والمين وقال له النبي إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن ما يقول له الملك علينا ونحن حق بالملك منه ولم يؤد سعتان من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسل والله يؤتي ملكه من يشاء والله والله واسع عليم وقال لهم نبيه من آية ملكه أن يأتيكم تابوت في زكينة من ربكم بقية مما ترك آل موسى ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله متليكم من هارون فمن شرب منه فليس من ومن لم يطعمه فإنه من إلا من اغتر مغرفة أم يده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو الذي آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالة جنود قال الذين ظنوا لهم لا قل الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجال متواجنوده قالوا ربنا أفرض علينا صبر وثبت قدامنا ومصرنا عدل قوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل دارود جالوت وآتاه الله الملك الحكمة علمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفزدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العويم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى اشتركوا في القناة